أقل من ثلاثة أسابيع ويدخل العراق في يوم استحقاقه الدستوري الديمقراطي اليوم الذي طالب به الشارع وتحرك له الشباب بالاحتجاجات التشرينية وتزامنا بين تشرينين يجمعهم الحق الانتخابي المطلوب فإن التحضيرات الأمنية والفنية تمت في جميع مراحلها وتقترب المسافة من حالة الترقب العراقية والعربية والعالمية ليوم الاقتراع وإجراء العملية الديمقراطية بمعيار شفاف ونزيه وضمان لحق الناخب والمرشح في آن المعنة لكن الاتحاد الأوروبي الذي يرافق تجهيز العملية ويشرف على مراقبتها بتأكيده نشر ثمانين مراقبا يوم العاشر من تشرين الأول يحذر من توقعات امتناع الناخبين عن إبداء أصواتهم في حال وجود عنف أثناء عملية الاقتراع في مناطق مختلفة من البلاد التحذير على لسان الاتحاد الأوروبي يأتي نتاج عمليات انتخابية سابقة شابها مشهد العنف والتهديد والقتل لذا فإن تعزيز حماية التصويت يأتي في إطار تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بالخروج من انتخابات مبكرة تضمن حق الناخب العراقي دون إملاءات أو تهديدات أو محاولة انتشار المال الأسود في انتخابات 2021 ينشر الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة في مرة هي الأولى له بمشاركة في انتخابات عراقية ما قد يمنح التفاؤل العملي في ضبط العملية الانتخابية سيما بعد قرارات المفوضية بمنع إدخال الهاتف النقال إضافة إلى توجهات حكومية بعقوبات رادعة للمزورين أو المخربين 25 مليون ناخب مدعوون لاختيار 329 برلمانيا جديدا من بين 3249 مرشحا ما يحتاج لإقبال شعبي شبابي على وجه الخصوص لإزالة الإحباط الذي تراكم نتيجة سنوات طويلة من الفساد السياسي في البلاد اشتركوا في القناة